بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الكرام أخواتي الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مبارك جمال في فيديو جديد كنت قد طرحت سؤالا على الإخوة في الجروب عن المواضيع التي يعتبرونها أو لا زالت غير مفهومة بشكل جيد عندهم إذن هذا هو التساؤل والعديد من الإخوة أرادوا يعني عمل شرح فيما يخص برنامج الإيميلات وطريقة جلب الترافيك إذن في هذا الفيديو سأحاول إن شاء الله أن أشرح برنامج الإيميلات إذن إذا كنت أخي الكريم أختي الكريمة جديد في قناتي فأرحب بك وأدعوك إلى الاشتراك في القناة هنا أخ الكريم أختي الكريمة نتحدث عن موضوع أو مجال التسويق بالعمولة نشرح الأدوات اللازمة وكذلك طريقة جلب الترافيك وتسويق العروض والمنتجات إذن أتمنى أن تستفيدوا معي من المواضيع التي أطرحها في قناتي كما أدعوك إلى عمل لايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائك حتى تعم الفائدة إذن أترككم مع شرح الفيديو أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى إذن ما هو برنامج الإيميلات وهل هو ضروري إذا كنت تشتغل على مجال التسويق بالعمولة الجواب هو نعم سوف تحتاج إلى برنامج الإيميلات وستحتاج إلى قائمة بريدية إذا كنت تريد أن تحقق الأرباح والنجاح على مجال الأفليت ماركوتينج سوف أشرح هذا بشكل تفصيلي إذن نفترض مثلاً أنك تسويق لمنتج إذن مثلاً هذا هو المنتج الذي تسويق له طبعاً سوف تقوم بعمل landing page أو ما يسمى بصفحة الهبوط إذن هذا هو الترافيك أو الجمهور المهتم بهذا المنتج عندما تسويق لهذا المنتج فإنك يعني تقوم بعمل landing page وتأتي بالترافيك إلى هذا landing page تأتي بهذا الترافيك ويشاهد هذه الصفحة طبعاً أكثرية وأغلبية الناس الذين يشاهدون إلى landing page للمرة الأولى لا يقومون بالشيراء يعني لا يشترون يعني هذه المسألة ركز عليها جيداً إذن أنت مثلاً تقوم بعمل حملة على الفيسبوك على الفيسبوك مثلاً هذه الحملة يعني تأتي بهذا الترافيك إلى هذه landing page مثلاً هذه الحملة أنفقت عليها دعونا نضرب مثال 30 دولار نفترض أن هذا الترافيك كله أتى إلى هذه landing page ولم يشتري مثلاً أي شخص ما معنى هذا؟ يعني أنك خسرت 30 دولار لكن هذا في حالة ما إذا كنت لا تستعمل برنامج الإيميلات يعني يعني فقط يعني فقط ترسل الترافيك إلى landing page يعني نفترض أن هذه landing page هي فقط شرح للمنتج مع زر هنا يعني هذا الزر ينتقل عندما ينقر عليه أي شخص ينتقل مباشرة إلى صفحة المنتج لكن إذا كنت تستعمل تستعمل landing page مع صفحة ماسكي الإيميلات أو ما يسمى بسكويس page يعني ما معنى ما معنى هذا؟ يعني الشخص الذي يأتي إلى هذه landing page يضع أولاً يعني بريده الإلكتروني هنا وإسمه هنا ثم ينقر على زر الانتقال ليرى المنتج يعني والتفاصيل الخاصة به هذه الطريقة هي التي تحقق الأرباح كيف تحقق الأرباح؟ في هذا البرنامج يعني ستبرمج كل شيء إلكتروني أو أوتوماتيكيا في برنامج الإيميلات سوف تقوم ببناء list يعني أي شخص يضع بريده الإلكتروني وإسمه هنا يسجل عندك في هذه الليست أوتوماتيكيا يعني بدون أن تعمل أنت أي شيء يعني مثلا نفترض لو لو مثلا أتى من هذا الإعلان من هذه 30 دولار أتى عندك هنا إلى هذه لانديم بيتش وأدخل 300 شخص يعني بريدهم الإلكتروني هنا يعني عند انتهاء هذه الحملة وبدون أن يشتري أي شخص أي واحد من هذه 300 شخص بدون أن يشتري أي واحد منهم هذا المنتج هذه الحملة يعني عفوا يعني هذه الحملة أعتبرها أنا شخصيا حملة ناجحة بدون أن يشتري أي شخص بدون أن يشتري أي شخص هذا المنتج هذه الحملة هي حملة ناجحة لماذا؟ لأنك حصلت على 300 بريد إلكتروني لأشخاص مهتمين يعني ليسوا كأي شخص هنا لم تحصل على أي بريد إلكتروني بل بريد إلكتروني لشخص مهتم والأشخاص الذين يعملون على مجال التسويق بالعمولة يعلمون جيدا ما معنى مهتم يعني مهتم ليس بريد إلكتروني عادي هؤلاء الأشخاص دعونا نبدأ من الصفر يعني نمسح كل هذه الأشياء إذا أنت إذا جمعت عفوا إذا جمعت قائمة بريدية نفطريد حسب الحملة الإعلانية السابقة جمعت 300 بريد إلكتروني كيف ستراسلهم؟ ستراسلهم بما يسمى بالإيميل فولو أب يعني تتابع معهم هذا هو الترافيك يعني ستراسلهم بمجموعة من الإيميلات بنفس المنتج الذي شاهدوه في الحملة الإعلانية إذن أخي الكريم هذا هو المصدر الرئيسي للأرباح هذا ليس كلامي فقط بل كل الماركترز الذين يشتغلون في مجال التسويق بالعملة يعني هذا هو المصدر الحقيقي والرسمي للأرباح بحوالي 90% من الببيعات مثلا منتجات كليك بنك 90% من المبيعات التي يحققها المسوقون على كليك بنك تأتي عن طريق الإيميل ماركوتينج والمراسلة بالبريد الإلكتروني إذن فكر في هذا الأمر جيدا أخي الكريم إذا كنت تشتغل على هذا المجال وأنت لا تتوفر على برنامج الإيميلات فكر في هذا الأمر جيدا إذن ما هو برنامج الإيميلات الذي أستعمله أنا شخصيا في عملي أنا أستعمل شخصيا برنامج الإيميلات ميلينبوس التابع لبيلدرول في التسويق الإلكتروني هذه هي صفحتي على ميلينبوس وهذه هي مجموعة من الحملات التي قمت بإرسالها عن طريق برنامج ميلينبوس وسأريكم النتائج إذا أنا لا أشجع الناس على الاشتراك في ميلينبوس وأستعمل برنامج آخر إذن أنا شخصيا هذا هو البرنامج الذي أستعمله في عملي يعني في عملي الشخصي هذا هو البرنامج الذي أستعمله وقد سبق لي وأن رأيت نتائجه يعني الجيدة والتي سترونها في هذا الفيديو إن شاء الله إذن هذا البرنامج هو برنامج قوي سوف أريكم حملة إعلانية قد قمت بإرسالها عفوا حملة على الإيميل ماركوتينج إذن هذه هي الحملة هنا هذه القائمة فيها 990 شخص أو 990 بريد إلكتروني نسبة الإرسال يعني الجيد 99.5% إذن فقط لم يتم الإرسال لخمسة إيميلات يعني هذه الإيميلات يعني فيها بعض المشاكل لذلك لم يرسل لها ميلين بوس هنا تنقر هنا لتشاهد كم شخص قام بفتح هذه الرسالة إذن نقلنا إذن نسبة الأوبن ريت 46.6% وهي نسبة جيدة جدا يعني حتى لو أنه 20% من كل هذه الإيميلات فتحوا الرسالة فهي نسبة جيدة جدا هنا الـ أوبن ريت يعني الأشخاص الذين فتحوا الرسالة هم 46.6% يعني حوالي نصف يعني هذا العدد قاموا بفتح هذه الرسالة التي قمت بإرسالها يعني كم عدد المرات التي تم فتح الرسالة 924 إذا أردت أن ترى الأشخاص الذين قاموا بفتح هذه الرسالة أو الـ التي قامت بفتح الرسالة تنقر هنا على وتعطيك يعني هذا التاشبورد التي قامت بفتح الرسالة هنا الـ يعني كم مرة فتحوا الرسالة مثلا هذا الشخص قام بفتح الرسالة 83 مرة هذا الشخص 29 مرة هذا الشخص 12 مرة هنا ما هي الأجهزة التي استعملوها حين فتحوا الرسالة هنا مثلا هذا الشخص استعمل براء الفايرفوكس الويندوز إكس بي هذا الشخص كذلك فايرفوكس هذا الشخص يعني ويندوز إكس بي يعني كل هذه التفاصيل هنا الساعة التي قام بفتح الرسالة فيها يعني تحليلات وتفاصيل دقيقة جدا يقدمها لك برنامج ميلينبوس هنا الكليك ريت يعني الروابط التي بداخل الرسالة كم واحد نقر عليها هنا اليونيك كليكس يعني مئة وستة أشخاص قاموا بالنقر على الرابط الذي يوجد بداخل الرسالة هنا مجموعة النقرات العامة مئة وواحد وسبعون إذا كنت تريد أن ترى الأشخاص الذين نقروا على الرسالة تنقر هنا على توب كليكس ويعطيك يعني هنا الرابط وهنا يعني مجموعة كليك تايمس يعني مجموعة نقرات مجموعة نقرات مئة وواحد وسبعون مرة إذن هذه التفاصيل الدقيقة ستساعدك في نقل مشروعك إلى المستويات العليا حيث أن هذه التفاصيل وهذه التحليلات ستعطيك نبدأ عن قائمتك البريدية وهل هي متفاعلة معك وكيف ستطورها كل هذه الأشياء هي مهمة جدا كما أن هذا البرنامج يتوفر على الوركفلو الذي سبق لي وأن قمت بشرحه يعني هنا ستبرمج مجموعة من الإيميلات تذهبوا داتيا إلى الأشخاص الذين يشتركون في قائمتك البريدية إذا كنت تريد أن تستعمل هذا البرنامج في عملك الشخصي وفي التسويق الإلكتروني أرحب بك وأدعوك إلى الانضمام إلى فريقي في بيلدرول حيث ما إن تشترك معي في بيلدرول حتى أعطيك إن شاء الله كورس احترافي مجاناً والدعم الفني كذلك وأتابع معك خطوة بخطوة حتى تحترف كل هذه الأشياء سوف أترك لكم رابط في وصف الفيديو الرابط الأول لتشتركه معي أو تنضم إلى جروب الفيسبوك والرابط الآخر إذا رغبت في الاشتراك في بيلدرول والاستفادة من الدورة المجانية حول التسويق بالعمولة إذن إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالنقل على زر لايك ومشاركته مع أصدقائك كما أدعوك إلى الاشتراك في القناة أشكركم على متابعتكم لهذا الشرح وأراكم إن شاء الله في شروحات قادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم رحمة الله وبركاته